اشتركوا في القناة بدون نظارات نعم بدون استخدام النظارات وكما تلاحظون هنا قمت بتغيير المكتب إلى مكتب جديد كما نلاحظون وإلى إعداد مكتب جديد وإلى سيت أب جديد بذكورات وكل الأمر المتعلقة بالمكتب لذلك أتمنى من صميم القلب أن ينال إعجابكم لقد قمت بوضع الصورة في الأنستغرام لمكتبي جديد إذا ما كنت غير مشترك في حسابي على الأنستغرام قم بالدخول إلى الحساب من الرابط الذي ستجده أسفل الفيديو وقل لرأيك في الصورة التي قمت بوضعها صورة المكتب بالكامل وترى إعداد المكتب الجديد وطبعا لنا موعد من الفيديوهات أو طبعا لنا موعد من اليوم 2 إن شاء الله من الأسبوع المقبل فيديوهات جديدة فيديوهات تقنية أخبار تقنية جديدة حلقات تقنية جديدة طبعا على قناة العالم الذكي تفاعل أيضا على حسابنا على الفيسبوك وأيضا على حسابنا على إنستغرام يعني أقولها من اليوم سأقوم بنشر الصور بكثرة على موقع إنستغرام وعلى حسابنا على الإنستغرام إذا كنت غير متابع ولم تعمل فولو لصفحة العالم الذكي على الإنستغرام قم بالضغط عليها الآن من الرابط الذي ستجده أسفل الفيديو وقم بمتابعتنا على حسابنا على الإنستغرام أيضا لنا مخطط جديد إن شاء الله في الموسم الخامس من حلقات العالم الدكي منها Q&A أو اسألني أو سلسلة ستسمى بسلسلة اسألني يعني قمت أو كنت أقوم بها في المواسم السابقة بطريقة عشوائية الآن سأقوم بعملها كل شهر يعني في أواخر كل شهر سأقوم بوضع منشور على الفيسبوك أو منشور على اليوتيوب أو منشور على الأنستغرام يعني أسألكم فيه ماذا تريدون يعني ما هي أسئلتكم ما هي التساؤلات مشاكلكم تقنية أي شيء من هذا القبير وسأقوم طبعا في حلها بفيديو وأقوم بتمرير جميع أسئلتكم في الفيديو وأجيب على كل سؤال على حدة طبعا ليست جميع الأسئلة لأنه تكون يعني عدد هائل وكبير جدا من الأسئلة لكن سأقوم بالإجابة قدرا مستطع على الأسئلة الذكية يعني تعرفون الذكية يعني سؤالك حاول أن يكون يعني فيه ذكاء سواء تسأل عن منتوج أو عن هاتف أو عن تصميم لهاتف أو عن مشكلة لديك في حسوبك أو في هاتفك أو أي شيء من هذا القبير لا تطلب مني إرسال لك رابط لتطبيق ما لتحميله أو أي شيء من هذا القبير لأنه اللي هي ممكن طبعا يعني قم بوضع أو بطرح سؤالك بطريقة ذكية وطبعا ستكون لدينا حلقات جديدة وسلسلة جديدة إن شاء الله سواء دورات تعليمية سواء دورات للربح من الأنترنت سواء مراجعات أو إمبوكس لمنتجات إن شاء الله في المستقبل وطبعا بطريقة عرض جديدة وطريقة تصوير جديدة وكل أمور ستتغير وتختلف إن شاء الله وأتمنى من صميم القلب أن أكون عند حسن الضن يعني وتعجبكم الطريقة الجديدة لعرض التطبيقات وعرض المنتجات وتصوير والمنطجة وكل هذه الأمور يعني أتمنى من صميم القلب أن تعجبكم الطريقة الجديدة نعم هذا الفيديو قمت بتصويري فقط من الكاميرا الجديدة نعم قمت بتغيير الكاميرا إلى كاميرا جديدة من كانت لدي النيكون D3200 وطبعا هي التي قمت بالتصوير بها لمدة سنتان يعني على قناة العالم دكي والآن قمت بالتحويل إلى كاميرا كانون 77D وهي التي أصور بها الآن صراحة أعتقد أنها جيدة شيئا ما مقارنة مع الكاميرا السابقة وطبعا مع بعض الإضاءة وبعض التعديلات على المكتب ستكون إن شاء الله جيدة جدا إذن إن شاء الله نضر الموعد من الاثنين من الأسبوع المقبل إن شاء الله مع حلقات جديدة وأخبار تقنية جديدة وكل الأمور المتعلقة بفيديوهات العالم دكي تمتم في رعاية الله وإلى اللقاء